أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين هناك مبدأ واحد للخير والرحمة والعطاء وهو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فما من عطاء ولا رحمة إلا من فيضه ومرد الخير والأمر كله إلى الله والإسلام رسالة الرحمة من رب الرحمة على يد رسول الرحمة الرسالة تتمثل في القرآن الكريم وعنه هذه هي الرسالة رسالة الرحمة وصف الله نفسه بالرحمة وصفا متكررا ووصف الرسول بالرحمة هل للعرب أم لأهل مكا وحده كلا بل للعالمين كلما اتسع الزمن جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين ورحمته تعم العالمين ثم أن هناك رحمة مكثفة ومبلغة كل فوز وكرامة ونجاح هذا المستوى من الرحمة خاص بالذين آمنوا بالرسول بالذين آمنوا بالله ورسوله قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذه هي قيادة أهل الإيمان قيادة يفيض قلبها بالرحمة والرأفة فالحمد لله الذي جعلنا أمة هذا النبي الموصوف بالرحمة ضمن برنامجها في موسم المصطفى للسنة الرابعة على التوالي تقيم اللجنة الثقافية في مأتم المر للليلة الثانية ليلة قرآنية مع مجموعة من القراء قراء القرآن الكريم ومع فرقة طه للتواشيح الإسلامية نبدأ هذه الأمسية القرآنية مع القارئ صادق الصفار مع ما تيسر من سورة الأنبياء فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قد كنا في غفلة من هذا بابا كنا ظالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لو كان هؤلاء اشتركوا في القناة 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 إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب حكم بالحق قال رب حكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار أحسن بارك الله فيك أخ صادق على هذه القراءة الجميلة ونشكر لك هذا الحضور أما الآن فمع القارئ محمود المحروف مع سورة المطففين فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآله محمد فاستقبلوه بالصلاة على 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 محمد اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا اشتركوا في القناة 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 فكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يريثني ويرث من آل عقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام من اسمه يحيى لن نجعل له من قبل سميا قال ربي أنا وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلوت من الكبر عتيا وكانت امرأتي عاقرا قال كذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وكانت امرأتي عاقرا قال ربي اجعل لي آية قال ربي اجعل لي آية قال آيتك كأن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وحنانا من لدنا وزكاة وكانت قيا وبرا بوالديه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار نشكر القارئ سيد جعفر على هذه القراءة الجميلة ونتمنى له التوفيق وأن يكون من المتمسكين بالقرآن الكريم إن شاء الله هنا لنا وقفة عتاب أيها الأحبة وأنا في هذا المجال أذكر نفسي قبل أن أذكركم لقد اختصنا الله نحن أمة الإسلام بعدد من المميزات المميزات التي لم يختص بها أحد من الأمم السابقة علينا أو في الأريان السماوية السابقة أحد هذه الميزات كما نعلم أحبة أن القرآن وهو الكتاب المنزل على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الأمة الإسلامية لم يحرف وهو إلى اليوم كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولكن أحبتي لنا أن نتساءل كم من شاب وصل عمره إلى الثامنة عشر أو إلى العشرين ولا يكون في رصيده ختمة للقرآن خصوصا ونحن الآن نعيش في عصر التقدم والتطور وصار من المتيسر الوصول إلى القرآن الكريم وإلى مدارس تعليم القرآن فنسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بالقرآن وأن نكون من الفاهمين له ومن المتمسكين بمن يمثلون خط القرآن أحبتي الآن مع الفقراء الرابعة مع القارئ أحمد محفوظ يقرأ لنا ما تيسر من سورة الأحزاب فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآله محمد ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم سوف أقرأ من سورة الأحزاب آية ثمانية ثلاثين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج في ما فرضتنه الله له سنة الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدوراً السلام عليكم وَذَا يَخْشَأُنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ سنة الله 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 هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور أذكر الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبينا وكان الله في كل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا أذكر الله ذكراً كثيراً أذكر الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً تحييتهم يوم يلقونه سلام تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجراً كريماً يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِرًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِرًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِرًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآله محمد نشكر القارئ أحمد محفوظ على هذه القراءة الجميلة التي شنف بها أسماعنا ونسأل الله أن يجعلهم من المستأنسين بنور القراءة آخر فقرات حفلنا أيها الحضور الكريم مع فرقة طه للتواشيح الإسلامية فاستقبلوهم بالصلاة على محمد وآله محمد محمد وآله محمد وآله ترجمة نانسي قنقر 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 فلغ العلاب كماله كشفت لجاب جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله فلغ العلاب كماله كشفت لجاب جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله 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 فلهان قلبي خاطعا خاشعا يا سيدي هل هذا لقلب المرام يا سيدي هل هذا لقلب المرام يا سيدي هل هذا لقلب المرام ربي وسعت كل شيء رحمة وها أنا شيء من الأشياء وأنت تعطي السائلين وإذا لم تسأل ابتدأت بالآلاء يا أيها العلي والواهب الساقي أنت المعبود حقا أنت القيوم الحي أنت القيوم الحي أنقذني مما أعمل وجنبني كل منكر يا من بحال أخبر أنت أنت نعمى الوالي نعمى الوالي يا أيها العلي والواهب الساقي أنت المعبود حقا أنت أنت دعوني أنت دعوني لكا أنت أخبر أنت دعوني لكا أنت أخبر أنت قلب المرام أنت دعوني اللي للقلب المرام ترجمة نانسي قنقر أن توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعطف وامح خطيئتنا فأجب يا ربي دعوتنا وارحمنا يا الله يا ربي يا متعالي يا عالي من بحالي يا خالق السامة يا موجيز الأشياء قمرا شمسا وهوى يا ربانا وإلهانا ارفع عنا هذا العانى يا ذا الجاهي فانطف بنا وارزقنا الراحة والهانى آمين الله من كل بلاء هو ينجينا الله ولدرب الخير هو يهدينا الله بعلي الطرم يأتينا الله يروينا الكوثر إذ يسقينا يا ربي تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعطف وامح خطيئتنا فأجب يا ربي دعوتنا وارحمنا يا الله يا سابغ النعمات يا دافع النقمات يا سامع الدعاء الله يا واسع العطاء الله يا دافع البلا الله اصفح ربي عما مضى وادفع الناس والقضى بالمصطفى والمرتضى يا ربي أنعم بالريضة الله من كل بلاء هو ينجينا الله ولدرب الخير هو يهدينا الله بعلي الطرم يأتينا الله يروينا الكوثر إذ يسقينا يا ربي تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعطف وامح خطيئتنا فاجب يا ربي دعوتنا وارحمنا يا الله إلها أوجد الكونين والإشراق والإصباح ويا من نوره يبدو إلى الرائن كالإصباح 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 كنا استطعنا بأن نمشي على الماء ألم يقر ربنا عبدي أطياني تكون مثلي ففيه شفاء حاسب ففيه شفاء حاسب ويا من نوره يبدو إلى الرائن سنوات ففيه شفاء حاسب يا سيدي هل هذا لقلب المرام يا سيدي هل هذا لقلب المرام يا سيدي يا سيدي هل هذا لقلب المرام يا سيدي صلى على محمد وآل محمد يا أجمل الأنبياء يا أكمل الأصبية يا أجمل الأنبياء يا أكمل الأصبية يا خاتم أسليما أحلاك في قلبيا يا ذا الذي صفوة الأخلاق فيك مطوية عطية أزلية يا ذا الذي صفوة الأخلاق فيك مطوية عطية أزلية أنت الذي أعطيت الشفاعة الوفية والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء ثم يقال للأنب قد نلتموا الأمنياء ثم يقال للأنب قد نلتم الأمنياء ألا قصل محمدا باب الإله العالية ألا قصل محمدا باب الإله العالية ألا قصل محمدا باب الإله العالية جميعا باب الإله العالية لاتبع الإله العالية ألا قصل محمدا نريك باب الإله العالية ألا قصل محمدا الله وعنت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات تواحد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تفر وتشهد كاما له وعنت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات تواحد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تفر وتشهد يا من تفر بالجلال ضياء وسناءه وله البقاء استرمن يا من تفرد بالجلال ضياءه وسناءه وله البقاء استرمن ما في الوجود سواك رب يعبد كلا ولا مولا سواك فيقصد ما في الوجود سواك رب يعبد كلا ولا مولا كلا ولا مولا سواك فيقصد يا من له وعنت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات تواحد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا منتهى سؤلي وغاية مقصدي أبن الرضا ففي حياتي تسعد يا منتهى سؤلي وغاية مقصدي أبن الرضا ففي حياتي تسعد وامن علينا بالهداية واتقى فبحار قضلك جودها لا ينفد وامن علينا بالهداية واتقى فبحار قضلك جودها لا ينفد يا من له وعنت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات تواحد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد أشهد الله 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 роп اگل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة في الختام نسأل من الله أن يجعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم ومن السائرين بهداء وأفلح من صلى على محمد والي محمد